يكفي معالي المواطن لما بتنزله وبتقعد معاه في الشارع في جزيرة العرب او في احمد عرابي عنده افكار وعنده مقترحات وعنده موادرات وعنده استعداد الشعب المصري ده في حاجة حلوة جدا شعب فعلا الفندم محتاجه واحد بس ياخد بيده تمام واجهه للحاجة الحلوة والله عزيزة بيسمع الكلام والله العظيم بيسمع الكلام ما شفتش منهم اي حد اعترض ولا واحد اعترض هل في مساهمات منهم مثلا كمجتمع بقى المشاركة الاهلية في تجهيزات فلوس بتمويل يساعدوا مع كده الحكومة امكانياتها مش هتكفي كل ده انا بداية المشروع بتاعنا والمبادرة بتاعتنا انتو بتعملوا بتجمعوا بعض يا صاحب المحلات تعملوا زي جامعية مع بعض احنا خارج هذه الجامعية ما بناخدسة حاجة انا راجل متابع لشغلكو ولكن انا ليا معداتي بتساعدكو في الشغل ليا عربية تيجي تشيل الرطش بتاع الشغل بتاعكو ليا كالنسيب بتوع عمال النظافة بيجي يكنصه وننظفه ورشه ودانان لكن انتو حطولي حتة جزيرة في النص تجمله هالي بس تجمله هالي وعيني عندكو واحد مرائم محدش يرميز بالا جوه محدش يبوز حاجة جوه انا مش هادرة رائب الحي كله لا انتو اللي ترقبوا أفضل انتو أصحاب الشارع ومسكرة تتكلموا عنها كتير في التقرير وجلنا رسال منها كتير انا فأس بالأمان يا فندم بقى انا عامل شغل حلوة جدا في النظافة بردك سادت الوزير والمحافظ كان عندي وبس يبت الصبح اتكلم سادت لك بوقائع ليه السبارة اول مبارع سادت الوزير كان عندي لف الحي شارع 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 فندم الحمد لله يا فندم كنا ساعة 10 مشي من عندي الساعة 12 الحمد لله يا فندم طيب الحي فيه طفرة فندم بس هقول في ملخوزة أصحاب محلات اللي ما عندهمش ضمير لازم أقولك يا سادة أصحاب محلات اللي ما عندهمش ضمير الشارع نظيف وشيل الكمامة كلها انا بشيلها 3-4 مرات في اليوم يا فندم تبعرف 3-4 مرات الوحي الوحيد الحمد لله في مصر اللي بشتغل من 12 بالليل للفجر زي أوروبا في الزبط يا فندم انا الحمد لله لما روحت العربيات بتروح تشيل فيه طريق بيمشي يا فندم طريق فاضي ساعة 12 الفجر اقدر اتحرق براحتي اشيل كمامتي كلها بتاعت الحي في ست سبع ساعات بتاع الصبح بتاع الفجر فان من 12 لستة الصبح تاني يوم الصبح بقى من 6 الصبح لساعة 2 الحركة بتبقى ضعيقة مش هاش تقولك صحبة جدا في العجوز صحبة جدا فتلاقي الزبالة عندي الصبح من 6 ل 2 مش موجودة ليه حاجات بسيطة جدا على طول أول بول بشيلها